هحكي لكم حدوتة صغيرة لطيفة وفي نفس الوقت محملة برسالة يعني الحدوتة بتقول انه اللي حصل النهاردة تحديدا الست مراطي طيبة خدت بعضها وراحت على يعني ستور أو سلسلة من السلسل الشهيرة الكبيرة التجارية الحاجات الهايبرات الكتير اللي موجودة دي فراحت على فرع من هذه الفروع عشان تشتري لنا بقى حاجات الشهر الجديد وشهر الرمضان وكويس انه رمضان جاي مع اول الشهر فتبقى متزبطة يعني ايه المهمة بتشتري الحاجات؟ لقيت الاتي دخلت لجنة على ما يبدو انه دي اللجنة بتاعت مرأبة الاسعار خد بالك عشان في ناس ما كانتش مسدقة وهقولك اللجنة بدأت تعمل ايه؟ مبدئيا اللجنة قعدت اربع ساعات واللجنة بدأت تلف على الارفف كلها في هذا المحل الضخم جدا علشان يشوفوا تواريخ الصلاحية بتاعة البضائع المعروضة ويشوفوا الاسعار ويتأكدوا ان الاسعار محطوطة تبقى للاتفاقات اللي اتعاملت ما بين الدولة مجلس الوزراء وما بين السلاسل والمجمعات وإلاخ إلاخ 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 طيب بس كده لا وخدوا بعضهم ودخلوا لفوا راحوا على المخزن بتاع السلسلة الكبيرة المعروفة وبدأوا واحدة يعني من السلاسل المعروفة ودخلوا المخزن علشان يتأكدوا هو التخزين اللي موجود التخزين علشان لما الحاجات تنقص من على الارفف يتم استبدالها ولا تخزين لغرض مش مزبوط طيب بعد كده انتوا عارفين السلاسل الكبيرة دي بيبقى فيه عندها كده ايه مكان كده للمخبوزات ويبقى الراجل قاعد شغالين أو يبقى الناس شغالين طازة بطازة زي ما بيتقال ويتحط العيش ويتحط مش عارف الكيكة ويتحط الكلام اللطيف ده كله فلحظوا القاتي رغيف عيش اللي احنا نسميه العيش السياحي بقى عيش بردة بس العيش السياحي أو الخبز الحر طيب الخبز الحر ده كان في هذه السلسلة بيتباع باثنين جنيه لما حصلت القصة بتاعة أسعاره وما أسعار رحت السلسلة دي رفع على اثنين جنيه ونص سبحان الله طبت اللجنة دي النهاردة فبصوا الرغيف ده بكام على الرف on shelf مكتوب اثنين جنيه ونص ليه هو وزنه قد ايه وزنه كذا اه لا ده الوزن ده يبقى بجنيه يعني اللي اثنين ونص دول تنساهم اللي انت غلتهم على الناس واللي اثنين جنيه أصلا مش من حقك تخليه باثنين جنيه والدولة قالت ان الوزن ده بجنيه سلاموا عليكم ويتغير التيكت بتاع السعر عشان يتحط سعر الجنيه ويطبق الرسالة اللي بالضبط كده زي ما كانت مراتي بتقولي عاش رئيس طيب انا بحكي الحدوتة دي ليه هو بالتأكيد شكرا لرئيس الجمهورية وشكرا للحكومة وشكرا لاجهزة المعنية اللي قاعدة عمالها بتشتغل لضمان ايه بقى لضمان ان الوعود اللي قالها الرئيس واللي تعهدت بتنفذها الحكومة تنفذ على قدم من وساق مفيش هزار اللي جان بتلف فيبقى النصيحة اللي أنا بقدمها لأي سلسلة لأي محل لأي سوبر ماركت بعد إذن حضرتك اللي جان بالطب كده مفيش هزار يعني ما بيكلموكش بيقولك احنا جايين اهو سيبك من فاكر الفيلم بتاع الزمان الوزير جاي لأ مفيش كده خالص اللجنة بتيجي سلامه عليكم راجع طيب فما فيش داعي حد يحط نفسه في موقف سيئ لأنه مش بس محرج سيئ ده واحد اتنين السيد المواطن حضرتك كده وانا بقولك والله ده اللي حصل النهاردة طيب حضرتك كده تبقى ضامن ان انت عايش فين في دولة اللي بتقوله بتنفذه فلما نقول وزي ما الرئيس يقول يا جماعة احنا بنقولك احنا موفر لك كل حاجة ولما نقول ان فيه تخفضات يعني فيه تخفضات ولما نقول اصعار كذا مش هتزيد عن الحدود اللي احنا قلناها يبقى مش هتزيد عن الحدود اللي احنا قلناها عم ساعد صديقي زاملنا العزيز حكى ليه على القاتي خد بعضه وراح يشتري لوازم رمضان طيب فراح على معرض اهلا رمضان موجود كده زريف لطيف في منطقة رود الفرج فعم ساعد يحب الطمر جدا فاشترى شوية الطمر الكيلو بكام ب12 جنيه عم ساعد برضه مش سهل خالص خد بالك فخد بعضه بعد ما اشترى الطمر ب12 جنيه خد بعضه وهو مروح في السكة قال يقف يسأل اسعار الطمر كام عند بعض المحلات الا ولا بتقول احنا اهلا رمضان ولا بتقول احنا مبادرة كلنا واحد هو شغال كده مع نفسه ماشي يلاقي الكيلو بكام ب24 جنيه فالرسالة بتاعت عم ساعد شكرا يا فندم شكرا يا ريس على اهلا رمضان لو لاحظت انه كده نفس نوع الطمر بيتبع في المعارض والمبادرات بكام بنص ثمن السوق يعني 50% لخمستاشر ولا عشرين ولا خمسة وعشرين ولا تلاتين ولا خمسة وثلاتين خمسين في المية فرق عن سعر السوق او عن سعر التاجر الجشع احكيلكو على الحواديد بتاعت اللحمة السوداني واللحمة البرازيلي وبتتبع بكام ولا ملاش اضيع وقتكو اكتر من كده اظن الرسالة وصلت طيب الرسالة وصلت يعني مبدئيا انت لو رحت لاي مجمع ولو رحت لأي وطنية او لو رحت لأي امان حلو كده رحت علشان تشتري لحمة انت هتلاقي السعر 95 ومية سوداني مية برازيلي 95 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب لو طلعت ورحت اشتريت من بره من عند حد محترم هتلاقي الفرق بالزبط بالزبط 10 جنيه فرق في سعر الكيلو السوداني و 5 جنيه فرق في سعر كيلو البرازيلي يعني بيبيعوا البرازيلي بمية والسوداني بمية وعشرة انا لو منك اروح على وطنية واروح على امان ليه مولانا مضمون ومية مية بتاعنا بتاع الدولة ملكنا روح على اللي انت ضمنه وكمان سعره اقل يا دي الهنة شوف تاني حضرتك عاوز تحافظ على جيبك وتحافظ على المرتب وبالمناسبة تحافظ على العلاوة اللي نزلة في مرتبات واحد ابريل انا اقول لك روح على منافذ التموين وروح على منافذ الزراعة وروح على مبادرة كلنا واحدة اللي عملها الدخلية وروح على امان بتاعة الدخلية وروح على وطنية بتاعة القوات المسلحة وروح على المعارض بتاعة اهلا رمضان وروح للسلاسل اللي مشتركة معنا فاهلا رمضان واللي بيتفتش عليها بالمناسبة برضو يعني اصل خلي بالك اسهل حاجة ده انا اقول لك والله هذه السلاسل المشتركة معنا فاهلا رمضان بس اما بفتش بقى ده انا بفتش اهو احنا شوفنا المهم يعني فطبوا عليهم على كل انا اقدر اقول انا بني ادم سعيد سعيد بايه بانه الدولة عندما تعد فبتوفي باللي وعدت بيه ولما قلنا كل البضايع هتبقى موجودة يبقى كل البضايع تبقى موجودة ولما قلنا انه مش هيتساب حد يحاول يتلاعب بالاسعار اي اقوات الناس لقمة عيشهم واكلهم وشربهم يبقى مش هيتلاعب بحد النهاردة بقى كان في حاجات كبيرة بتحصل غير ده